بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لتلاوة صورة الحاقة وذلك من الآية التاسعة وحتى الآية الثامنة عشر بحول الله تعالى ولكن قبل أن نشرع في درسنا الجديد دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي سبق أن تلونا سويا هذه الصورة وهي صورة الحاقة من الآية الأولى وحتى الآية الثامنة أريد منكم أولا فتح المصحف على صورة الحاقة والمتابعة معي أثناء القراءة حتى نستفيد جميعا بحول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذن استذكرنا الآيات السابقة من صورة الحاقة والآن نستكمل تلاوة هذه الصورة من الآية التاسعة وحتى الآية الثامنة عشر بحول الله تعالى فدعونا الآن نبدأ إخواني وأخواتي وأريد منكم متابعتي أثناء التلاوة حتى تقرأوا الآيات بالشكل الصحيح بإذن الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والبؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بارك الله فيكم إخواني وأخواتي والآن قبل أن نستمع وإياكم إلى القارئ دعونا نعرج على أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات فمن أبرز الأحكام التجويدية والمتعلقة بالمدود في قوله سبحانه وجاء هنا مد ما نوع المد أحسنتم هذا مد متصل لماذا لاتصال حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة والمد المتصل حكمه أحسنتم وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات تكرر أيضا هذا المد في قوله سبحانه وتعالى الماء كذلك هنا مد متصل ومن أبرز الأحكام في قوله سبحانه وجاء فرعون ومن قبله نون ساكنة جاء بعده حرف القاف والقاف من حروف أحسنتم الإخفاء من حروف الإخفاء أيضا من الأحكام في قوله سبحانه أخذة رابية تنوين أتى بعده حرف الراء والراء نعم من حروف الإدغام بغير غنه ندغم التنوين إدغاما كاملا في الراء أخذة الراء أخذة الرابية أخذة الرابية إذن أدغمنا التنوين في الراء كذلك تكرر الحكم بالنسبة للميم الساكنة كما في قوله حملناكم هنا حكمها الإظهار لأن الفاء من حروف الإظهار وكذلك في قوله لكم تذكرة كذلك حكمها هنا الإظهار لأن التاء من حروف الإظهار كذلك من الأحكام في قوله سبحانه وتعالى تذكرة وتعيها تنوين أتى بعده حرف الواو وهذا الحكم نسميه أحسنتم إدغام بغنه إدغام بغنه لماذا؟ لأن الواو من حروف الإدغام بغنه في قوله عز وجل تعيها أذن وتعيها أذن هنا مد ما نوع المد؟ نعم مد منفصل لماذا؟ لانفصال المد أو لانفصال حرف المد عن الهمزة فكلا منهما جاء في كلمة إذن المد المنفصل عرفنا أن حكمه أحسنتم الجواز يجوز المد المنفصل بمقدار حركتين أو أربع إلى ست حركات كذلك من الأحكام التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى فيومئذ وقعت تنوين أتى بعده حرف الواو وذكرنا لكم قبل قليل أن الواو من حروف نعم الإدغام بغنه والأحكام الموجودة في هذه الآية تكررت معنا في المقطع الذي قبل قليل كمثلا في قوله سبحانه على أرجائها هنا المد ماذا؟ أحسنتم مد منفصل مثلا في قوله أرجائها المد هنا نعم أحسنتم مد متصل مثلا في قوله سبحانه يومئذ ثمانية تنوين أتى بعده حرف الث ونحن نعرف أن الثاء من حروف أحسنتم الإخفاء وكذلك في قوله يومئذ تعرضون كذلك التاء هنا من حروف أحسنتم الإخفاء إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات والآن إخواني وأخواتي قبل أن ننتقل إلى معاني الكلمات دعونا نستمع إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات فانتبهوا مع القارئ بارك الله فيكم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات المباركات دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل وإياكم إلى معاني الكلمات قال سبحانه وتعالى والمؤتفكات بالخاطئة يعني وأهل القرى وهم قوب لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة من الكفر والفواحش فأخذهم أخذة الرابية أي فأهلكهم الله إهلاكا بالغا في الشدة وفي قوله سبحانه وتعالى حملناكم في الجارية أي حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم في السفينة التي تجري في الماء والمقصود هي سفينة نوح عليه السلام وأما قوله سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي وانصدعت السماء متشققة فأصبحت ضعيفة لا تماسك فيها والملك على أرجائها أي والملائكة على أطراف السماء وجوانبها يومئذ ثمانية أي يحملون عرش الرب جل جلاله في ذلك اليوم ثمانية من الملائكة العظام إذن إخواني وأخواتي هذه أهم معاني الكلمات المتعلقة بالآيات وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نستكمل التلاوة في هذه الصورة المباركة بحول الله عز وجل شكرا لكم إخواني وأخواتي وبإذن الله نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته